لم يكن عام 2021 مختلفا عن سابقيه فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان وتفاقم المعاناة في اليمن آخر فصول تلك المأساة نزوح آلاف المدنيين من مناطق جنوب الحديدة ومأرب بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على هذه المناطق يعد ملف النزوح أكبر وأقسى الملفات الإنسانية التي تسطر مأساة اليمنيين فقرابة ثلاثة ملايين إنسان على امتداد الخارطة اليمنية يقطنون المخيمات في مناخات متقلبة ما بين شتاء لا تقيهم الخيام برده القارس وصيف قائض يحول تلك الخيام إلى جحيم تعددت الانتهاكات التي تعرضها اليمنيون خلال العام المنصر ما بين القصف والاغتيالات والتجويع والإخفاء القسري وغيرها وتنوعات بحسب المنتهكين بدءا بميليشيا الحوثي وليس انتهاءا بالسعودية والإمارات والمجلس الانتقالي والقوات الحكومية القتل بأحكام قضائية جريمة انفردت بها ميليشيا الحوثي فقد أعدمت تسعة مدنيين بصورة وحشية هزت الشارع اليمنية والحقوقية حينها التجويع الممنهج الجريمة لا تقل وحشية عن الجرائم الجنائية فاستمرار الحوثيين في منع صرف رواتب الموظفين أشهر البؤس في وجوه الناس وجعل المجتمع تحت طائلة الإبتزاز للتحشيد إلى الجبهات في إبريل الماضي اختطفت ميليشيا الحوثي عارضة الأزياء انتصار الحمادي مع بعض صديقاتها ثم لفقت لهن تهما كيدية بعد رفضهن استغلالهن لأغراض مشبوهة لصالح الحوثيين كما اختطفت الميليشيا الصحفي يونس عبد السلام في صنعاء والناشط الإغاثي ماجد ياسين في إب ولا يزال مصيرهما وأماكن احتجازهما مجهولة حتى اللحظة ورغم سوداوية الوضع إلا أن نشاط المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن يشهد قصورا هائلا فمن ناحية كشفت تقارير الإنسانية عن وجود فساد في المنظمات التابعة للأمم المتحدة وتضخيم للموازنة التشغيلية ومن ناحية أخرى تتهم هذه المنظمات بالتواطئ مع الحوثيين في آلية توزيع المساعدات ما يحول برامج الإغاثة الأممية من أولوية دعم المحتاجين إلى أولوية دعم مقاتلي الحوثي انتهى عام 2021 ولكن لم تنتهي الأزمة اليمنية فالمؤشرات الميدانية تقول إن آفاق السلام مسدودة وإن على اليمنيين الاستعداد لفصل آخر من فصول المأساة المستمرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر